السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينة البيتي هنعملها زي الجهزة بالظبط فريشة عنها اي حاجة بمكونين اتنين بس هنعملها بطريقة سهلة جدا وهقولك النهاردة ازاي ما تمررش منك وكمان ازاي الطحينة ما تفسلش عن الزيت يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه معانا اول حاجة في المقادير كوباية سمسم محمر وكوباية السمسم ناي وكوباية الزيت بالنسبة للسمسم المحمر لو انت بتحبش اشتريه جاهز من برة ممكن تحمريه عادي في البيت هتجيبي طاصة فاضية عنار هادية وده هتجيبي حطاها وبعد كانت تنزلي عليها بكوبايتين السمسم الناي وتفضل تقلبي فيه لغاية لما يسخن معاك وياغد لون بسيط جدا هتروح يجاي طفي عليه ده لو انت عايز تعمليه في البيت عايزك جيبيه جاهز من محل يكون كويس جدا وانت ضمن الحاجة بتاعته زي ما انا جايبها كده جيبت كوباية سمسم محمر جايبها جاهزة وجيبت كوباية سمسم ناي ومعانا طبعا كوباية الزيت وبالنسبة للزيت لازم الزيت يكون زيت نضيف يعني استبعيد خالص زيت التومين تمام ولو عندك زيت السمسم هيبقى احلى كتير هيخلي طعمها تحفى حلوة اوي كده المقدير بتاعتنا سهلة وبسطة جدا وزي ما انت شايفة كده مكونين اتنين بس هنعمل من النوم والطحينة هجيب بقى الطبق ورجيح حطا فيه كوباية السمسم المحمرة وعليها كوباية السمسم الناي وهبدأ بقى جيب معلقة وابدأ اقلبهم كويس جدا كده مع بعض هي ضريقتها سهلة جدا وبسيطة وبتاخدش وقت خالص تمام بعد ما قلبتها بقى هجيب بقى لو عندك بقى المطحنة اي نوع مطحنة موجودة عندك انا عندي المطحنة بتاعت الخلاط هروح الجاية حطا فيها شوية كده على الاد تمام وبعد كده رح جاية مغطيها وهبدأ بحطها في الخلاط واضربها لازم تضرابيها كويس جدا لغاية لما تبقى معاك نعمة تماما وهو قل لك على المرحلة لين تتوصل لها تبقى نعمة معاك ازاي او هفضل اضرب فيها بصي لسه برضو منعمدش معانا للدرجة لسه برضو فاح وبيبات زي ما انت شايفة كده هضربها تاني عشان انا عايزي هتبقى عاملة زي العجينة يبقى الزيب بتاحها كده طالع منها كده اهو بصي اهو بقى زي العجينة ازاي هي كده تمام وباقت معانا مزبوطة حلوة قوي كده تمام هنجيب بقى الطبق هوريها لك برضه هو وبقربها عليك كده في الكاميرا عشان تشوفيها تبقى نعمة معانا تماما هجيب بقى الطبق ورح جاية حط فيها اللي انا ايه هطحنه بالشكل ده حلوة قوي هاجي بقى اغطين برضه هاغط برضه كمية كده على قد المطحنة اللي معايا واروح جاية برضه حطها على الخلاط واضربها كويس جدا برضه لغاية لما تبقى معايا نعمة تماما لازم الخطوة دي يا جماعة يعني ما تستهونيش بيها وتقولي خلاص هي كده بقت نعمة معايا لأ اضربيها مرة واثنين لغاية ما تبقى معاكي نعمة تماما بالشكل ده تبقى عاملة زي العجينة كده ماسكة ببعضها تمام كده اهو سهلة جدا وبسيطة وحاجة نضيفة كده في البيت عاملاها وعارف انت عاملة ايه وضمنا جودتها وضمنا نضافتها يعني بجد حيا كده ممتازة انا بقى هخلص بقى الكمية كلها كده بقى وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل ايه قدين اهو خلصت الكمية كلها دي اخر حيا كده معايا كده عملت كوبايتين السمسم اللي هي الكوباية الناي والكوباية المحمرة حطتهم على بعض بالشكل ده تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه هجيب بقى الخلاط بقى شفشك الخلاط وهروح جاية بقى حطاه على اله هحط عليه ربع كوباية الزيت ربع كوباية مش كلها عشان بس السكينة تشتغل معايا على طول وما تبقاش من الحاجة مسكة كده في ايه في الخلاط اهو ربع كوباية الزيت واروح جاية بعد كده هحطى بقى الكمية بتاعتي كلها من الطحينة اهو هجيب حطها السمسم كلها هجيب حطها وبعد كده بقى حاجة اربعة على سرعة عالية هفضل اضرب فيها كويس جدا لغاية لما كله اتخلط كده مع بعضه هبدأ بقى انزل عليها بالزيت زي السرسوب بقية الزيت اللي كان معنا هننزل عليها كده زي السرسوب تمام وزي الفل طبعا انت بقى لو عايزها تقيلة قوي هتقلل لكمية الزيت يعني ما تحطيش كوبات الزيت كل لازم نحو حطات الوقتي عايزة كمية بتاعت التحينة تبقى وسط ولا هي تقيلة ولا خفيفة يبقى هتعمل المعيار بتاعنا اللي احنا قلنا عليه تعمل كده انا كده نزلة بالزيته زي السرسوب كده لغاية لما تبقى معانا مزبوطة والكوام بتاعنا حلو هيبقى كده خلاص تمام هطف عليها حلوة اوكي جبت بقى البرتمانات مخصولة كويس جدا ومصفية ومتنشفة هروح جاي بقى حطة فيها الطحينة بصي ما شاء الله عليها السمك بتاعها حلوة اول هي تقيلة ولا خفيفة سمكها مزبوط ولسه كمان هتخش التلاجة يعني هتتقل اكتر من كده كمان ان شاء الله هتجرب الطريقة دي هتعجبك جدا ولا هتفصل منك الزيت عن الطحينة ولا هتمرر منك ولا اي حاجة خالص طعمها فعلا جميل جدا وان شاء الله بجد طريقتها سهلة وحلوة قوي هتجربها وهتعجبك ويا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد قناة بنزله على القناة وجزاك الله كل خير وطبعا هتقفلي بقى البرتمان كويس جدا وتروحي بقى جاي حطاها في التلاجة ووقتي ما تحتاجها تطلعي منها وتبدأي تخففي آآ بالمية المغلية والبهارات والزباط الدنيا زي ما انت عايزة طريقتها سهلة وبسطة جدا طبعا هستعرض معاكم شوية كده من الوصفات بتاعتي بعملها على القناة والله بعمل حاجات حلوة قوي وشكلها حلو طعمها لزيز جدا يعني كنت عاملة للفراخ بدون فرن والقنافة الطاصة آآ بدون فرن وكمان كنت عاملة تومية حاجات حلوة قوي نعملها على القناة اتمنى يعني لدي تتخشوا تشوفوا القناة بتاعتي وتشوفوا الوصفات بتاعتي بتدعموني وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة